بسم الله الرحمن الرحيم زيكو حبيب اخباركو ايه ان انا هو مقلد من قناة نوفود وحشتوني 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 هتعملين النهاردة انو هنعمل بسكوت بالطمر هنحمل بطريقة سهلة جدا وحاجة كده امر حاجة كده يعني بصوا بتدوب في البق دوب كده يعني هتكلم كتير يا نوال هتشتغل هشتغل يلا بنا عالمطبخ شايفين امر يلا بنا عالمطبخ هنعمل اي بقى هنجيب الطبقة كدير اللي هنشتغل فيها نحط في كوباية من الزبدة وكوباية من السكر البودر كوباية زبدة وكوباية سكر وكوباية زبدة ده ونمسكهم بقى بالمضرب نضربهم بضرب مبرحة ايوة نزبطهم كده نقدر نضرب فيهم لحد ما يبقوا ايه كريمة كده واللون يفتح كده شوية من طبعا خلاص نضرب 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 عايز اقول لكم البسكوت دي حلوة جدا 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 على فكرة وما بتاخدش وقت خالص يعني بس انت هتشوف يعني انت هتشوف الفيديو ده ان شاء الله هتخلصي وتدخل على المطبخ تعمل لبلادك احلى بسكوت ياكلو كده هم بيتذكروا وهيدعوه لك ولما يدعوه لك تبيدعيلي هنا حطينا اثنين بيط خلاص حطينا اثنين بيط علشان دايما دايما بقولك لازم نحط الفانيليا ورا البيط على طول عشان ما ننساش دايما ايه ربطون ببعض كده عشان ما تنساش لان لو انت نسيت الفانيليا خلص الاكلة باصل دايما انا بأكد على حطة الفانيليا بعد البيط دي خلاص ونضرب بقى كويس جدا لحد ما يبقى الكوام بتاعه كريم كده وهش كده حلو كده وبعد كده هن ايه هلمه هلمي بس الدنيا كده كان بس فضل حطة بيطة كده هتروف مني فيه لازم نحطها برضه العجين اولى بيه صاح كده صاح عايزة اقولك انت هتدخل الولادك بالبسكوت الطامرة ده مع كبية لابن بقى بشاي او بكبية شاي وهما بيذكروا هقولولك الله يا ماما ربنا يخليك لنا وتعمل لنا الحلو كله وانت ما يقولولك كده بقى روح انت دعنوها بقى على فوقل خلاص ننزل بقى ايه بدي ده تلات كبيات هنحط عليهم معلقة من معلقة صغيرة من الكس البكنبوتر معلقة صغيرة ونحط رشة ملح وناجن بقى عجين ده مع بعض هون مش هبقة مش هبقة البسكوتات طبعا انت عارفة ان هم بتتعجنش احنا بنلمي العجينة بس اللمها كده انا بس بداها با بالمضرب علشان اللحبة تاع المضرب ده ينزل خلاص احط بعيدي التلات كبيات واعجينهم بقى بيه داية او اللم العجينة بيه داية لو احتاجت منك معلقتين دي لان ديت كلهم ازاي بعضوا احتاجت منك معلقتين دي غماشي ماح تحكم ما احتاجيتش ما احتاجتش اعني بالنسبه لي انا معلقتين دقيق. خلاص? يعني هما تلت تلت كوبايت دقيق. وحطينا عليهم كوباية الزبدة وكوباية السكر واتنين بيط. واتنين بيط صغيرين مش كوباقة. ممكن تحطي بيطة كبيرة. خلاص? ورشة الملح ونصف واكتين بانيليا. ونصف معلقة صغيرة من بيكنباو. حلو الكلام. حلو الكلام. وعجلناه وانشيل بقى كل الكراكيه. وجبنا الطمر. طب الطمر انت عملته ازاي? كان طمر طريق اصلا. مسكته فصصته. وعجلته بايدي كده برشة ايه? برشة ارف. وروح تحطاه في المفرمة. قديته في المفرمة لعمته. خلاص? ده بالنسبة للطمر. وممكن تعملي بعاجو. حلو جدا برضو. ما فيش اي مشكلة. لكن هو ده في الطمر. الطمر الطمر اللي هو الطريق. خلاص? هنفرت بقى هنجيب يا ايما نفرتها بين كستين يا ما نفرتها بين آآ ورقتين زبط. زي ما بعمل كده بالضبط. حلو الكلام حلو الكلام. ونعمل ايه? هنجيب بقى آآ بعد ما نفرتها ونخليها ايه? رقيقة. علشان هتبق آآ يعني آآ هتشوفها دلوقتي عشان ما تبقاش سميكة. فتستوي منك او عشان تستوي منك بسرعة كمان ما تبقاش. آآ يعني لا ترقيقها قوي ولا التخنها قوي. سوي بقى المستطيل بتاعك. او مش لازم تسوي يعني آآ يعني يعني خدت حتة دي بس علشان كانت برزة لوحدها كده. خلاص? بنا بقى نحط الطمر. او العجوة زي ما انت عايزة. او لو عايزة بس هو بس كوب الطمر فهنحط ايه غير الطمر والعجوة. خلاص? زي ما عملت كده بالضبط. هتروح حطها. وتروح قلبة بورقة الزبط زي ما بعمل كده بالضبط. ايوة. ونروح ما قطعين بقى. قطعيها. وقبل ما تقطعها بالشوكة خططيها كده علشان تدي شكل بس جمالي مش اكتر يعني. زي اللي بنشتري كده. خلاص? آآ هنا بس بشيل مكان ايه مكان صابعي. شوفوا انا لما غرست تعافيت على الشوكة غرزت فيها. فباينت الطمر. مش مشكلة هتتاكد برضو مش اي مشكلة. انت بشوش كده وانت بتعمل وانت بتشكلي بالشوكة علشان ما يخرملكيش العجينة والبان الطمر. بس ايه ما فيش اي مشكلة خالص ناخد بالنا من اللي جاية. خلاص? هنجيب بقى اللي جاية ونعملها نفس الحكاية بالزبط. نقول اللي نقول المقادرتان نقول المقادرتان. المقادرتان عبارة عن ايه? عبارة عن آآ كوباية سكر بودر وكوباية زبدة. ضربناه كويس لتنين مع بعض. وبعدين نزلنا عليهم باتنين بيت. وضربناهم برضو كويس مع بعض ونزلنا بالفانيليا. وما بقت كريمية خالص وهشة خالص كده. نزلت بثلاث كوباية من الدقيق. عليهم معلقة صغيرة من البكن بودر. وعليهم رشة ملح. حلو الكلام حلو. هنا بقى اخدت بالي وبشكلها بس بشويش كده عشان ما اتخرمها ليش. لابن لازم نتعلم. احنا عشان نتعلم يعني لازم نتعلم. حلو كده? نقطع بقى البسكوت بتاعنا. ايوة كده. نقطعها كده. ونرصها بقى في الصينية بتاعتنا. وهنسخن الفرق. وهنغفز. وهنطلع احلى بسكوت النهاردة ان شاء الله. زي ما قلت لك الولاد هيدعو لك. لما تدخلو لهم عليك هتجئيهم. لان هو مش هيخد منك وقت خالص. هتدخلوا المطبخ تعمليه. مش هيخد منك وقت. لو الخامات موجودة مش هيخد منك وقت خالص. عندك بقى شوية طمر من رمضان. عندك حتة عجوة. شوف انت عايز تعمليه بالزبط. واشتغلي الامر وهيطلع من ايدك احلى مني بكتير ان شاء الله. وهتكلي احلى احلى بسكوت بالطمر. ممكن تحطها على الطمر كمارة رشدة قرفة بتديله قعم حلو جدا. يعني انا عن نفسي بحب القرفة على الطمر وعلى عجوه. مش مش حبة بلاش براحتك. هنا بقى ايه? هنشكينا برضه بالشوكة. ونقطعها. ونحطها في الصينية وبعد كده. اكمل انا بقى كله مع بعضه. نكمل كله مع نفسي. اهيوة كده. هنكمل الكمية كلها مع نفسي. يلا نقطع بقى اللي طمر. نقطع الطمر ايه? انا هو يركز هنا محاضر. انا دقما هونتو اللي هو انت حطوط لايك كنت نركز. صح? لكن انت بحططش لايك عشان كده انا مش مركز. ركزوا معي. اللي اوزنا نركز معك هو. نكمل بقى بقية العجين. هنعملها بنفس الطريقة بالزبط. خلص. هنا خلصنا. يلا نابس. بقى نحطه بالفرن السوق. وبعد ما تطلع من الفرن. هنشوف احلى بسكوت. ايه رأيكم بقى? لا 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 لا. لا يا نهلا. لا ده جميل جدا 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 جدا. وبيدوب بقى. بقى بقولك بيدوب كده. ما تقوليش. ايه ده? غريبة يا ناس. اه بتي فوق. حاجة كده يعني امر لا والله يعني حلو جدا. ومن ايدك ان شاء الله هيباح لها بكتير. ان شاء الله تجربيه ولادك افرحوا به. وتدعي انها. وتقولي لها يا اسلام ايديك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة.